برحب بك بك برحب بكل ضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان ليلة القمة طبعا بتبقى ليلة مختلفة عن أي ليلة قبل مباراة كل الجوماهير المصرية بتبقى مترقبة ومنتظرة المباراة أنا دلوقتي داخل مقر إقامة الفريق الحقيقة الفريق وصل ساعة سبعة ونص وتوجه مباشرة لتناول وجبة العشاء وكان باين عليهم حالة من التركيز والجدية بعد انتهاء تناول وجبة العشاء توجهوا للغرف طبعا للراحة استعدادا لمباراة بكرة وغدا هيكون فيه تناول وجبة الفطار بعد كده وجبة الغداء بعد كده وجبة قبل المباراة وهيكون بعد كده فيه اجتماع مع الفريق قبل التوجه لملعب المباراة طبعا الفوز بكرة بيكون مطلب جماهيري حتى ولو الفوز مش هيفرق كتير في موقف النادي الأهلي في الدوري لأن طبعا كلنا عارفين النادي الأهلي متربع على قمة الدوري بفرق 17 نقطة مع تاني الدوري لكن طبعا الفوز بيكون مطلب لكل عشاق القلعة الحمراء الحقيقة الجماهير بتبقى عايزة تعرف تفاصيل أكتر عن اللاعبين قبل مطلع لايف كنت بتكلم مع دكتور أخصائي التغذية بتاع الفريق ويكلمني أكتر عن طبيعة الطعام للعيبة طبعا الطعام بيختلف من لاعب للأخر حسب مقاييس كتير زي المركز بتاع اللاعب وكمان الصعرات الحرارية لكل لاعب بيحتاجها لكن الحاجة المشتركة أن كل اللاعبين بيبقوا محتاجين كاربوهايدريتز كتير عشان تديهم طاقة أثناء المباراة الفريق هيتوجه غدا الساعة 7 وربع لملعب المباراة وطبعا كلنا بنتمنى الفوز للنادي الأهلي والحصول على ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لكل الجماهير العودة مرة أخرى للستوديو شكرا جزيلا زميلتنا هنا والقاسم من فندق غامة نادي الأهلي شكرا جزيلا زميلتنا هناك